سائل فل عليكم تبعيات مباراة الاهلي والمقاولين اللي فاس فيها النادي الاهلي مبارح 1-0 قبل ما اتكلم عن المباراة عايز اسأل سؤال مهم جدا هم شالوا كاميرات تاني ولا ايه حصل يوم ماتش زمالك قال لك كاميرات وتقنية 4K و 5K وارقام كده وإحصايات قاعدوا يقولولنا عليها طب يا ترى هي الكاميرات دي والجودة بتاعت الصورة بتطلع علشان مباراة الاهلي والزمالك فقط وبقية الدوري هنشوفه تاني بنفس السوق وبنفس الكفاءة الرضيئة سؤال يطرح نفسه طيب تعقبا على مباراة امبارح بصوا يا جماعة والله الواحد زهق من كتر ما بيطلع ويتكلم ويقول التحكيم والظلم وقرفنا يعني احنا فعلا قرفنا والاعلام بيسيب كل حاجة ويجي يمسكلك في حاجات عجيبة جدا الا وهو كهرباء ومسيماني مفيش حاجة بتحصل بصوا مين اللي عمل سوق بالأذن هو كهرباء ومسيماني مفيش حاجة تانية يعني خلاص هو مفيش موضوعات ومفيش حاجة نتكلم فيها في الاستوديوهات التحليلية وده مش استوديو تحليلي والله ده ما عمل تحليل يعني ده اخركم ده مش تحليل كورة ابدا يعني طيب الناس بتهاجم مسماني بعد المباراة وبتقولك ان هو المفروض ما كانش لعب بالخطة دي والمفروض ان الخطة دي تلعب بيها قدام بس الفرق اللي بتهاجم ومش المفروض ان انت تلعب كده قدام الفرق اللي بتعمل تكابتو الدفاعي وجات عليك هجمة مرتدة وخطأ بقى فتح مسماني ازاي ازاي في مباراة تسعين دي هي طبعا ما كانش تسعين دي احنا تقريبا لعبنا شوط تالت اضافي فازاي المباراة تبقى ماشية كده ويجي عليك هجمة مرتدة في اخر الكورة وده يعني غلط ازاي حاجة والله العظيم قمة المهزلة تعالوا نتكلم على النادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي علشان انا شفت بعض من جمهي النادي الاهلي بتهاجم لعبتنا بشكل غريب والله انا يعني ما فهمتهمش ويقولك رجعنا لنفس المستوى ومسماني سيء واللعيبة سيئة والحمس كان اخدهم بس في ماتش الزمالي كان عايز اقول ان اللعيبة قدمت كورة كويسة جدا مبارح وكان فيه جمل كتير جدا حلوة وكان فيه تكتيج في الملعب باين باين شغل مسماني والشغط التاني كمان كان اكتر يعني فيه فنيات عالية جدا ولكن انت زي ما انتوا كنتوا بتقولوا انت بتلاعب فريق متكبتل دفاعيا فكرة ان احنا نكون رجعنا لنفس السوق تاني او نفس المشاكل ده انك ما بتوصلش وانك مش عارف تهاجم لكن لما انت تبقى استحوازك تقريبا وان سايد جيم اصلا انت طول الوقت انت اللي ماسك كورة طول الوقت انت اللي بتنقل كورة طول الوقت انت قدام المرمى ويبقى الاعتراض عندي بالنسبالي او السلبية الوحيدة اللي كانت موجودة او مش الوحيدة من السلبيات القليلة اللي كانت موجودة مبارح هو فكرة ان انت ما عندكش حد يخلص وكان فيه عدم تركيز وكان فيه مشكلة في انهاء الهجمات وصلنا كورة الشريف او كورتين الشريف طيب كورة الحمدي فتحي كورة الديانج كورة الافشة وهكذا يعني انت وصلت كتير جدا وكان فيه تصوبات كتير جدا على المرمى ولكن يبقى المشكلة فيه ان انت ما كانش فيه تركيز نظرا لي حاجات كتير قوي اولها ان الفريق ده انت عندك لعيبة دولية سواء اللي كانت موجودة مع المنتخب سواء اللي مع منتخبات بلادها ما كانش فيه تمرين متكامل للفريق مع بعضه طيب فده اكيد بيأثر بشكل سلبي على الاداء ده رقم واحد رقم اتنين زي ما موسيماني قال في تصرحاته اللي عجبتني جدا جدا بعد اللقاء في المؤتمر الصحفي موضوع ان انت دايما لما بتكسب سكورج عالي قوي مع فرقة كبيرة طيب انت بتبقى شوية لسه الحمس واخدك والفرحة واخدك وكده فانت عشان تنزل على الارض تاني الموضوع ما بيبقاش بالسهولة دي وكل مرة دايما كان بيبقى فيه خسائر بعد المباريات الكبيرة للنادي الاهلي الحمد لله ان المرة دي عدت على خير وان انت اكسبت حتى لو انت اكسبت واحد سفر طيب خلينا نتكلم قبل ما نتكلم على لعيبة النادي الاهلي خلينا برضو ناخد تصريحات كارتيرون كارتيرون يا جماعة والله العظيم يعني اديك الفرنسي ما بيعملش حاجة غير صياح يعني ومش عايزين نقوله سياحة اكترب لا سياحة اكترش يعني انت ودنا بتوجعنا من الكلام اللي انت بتقوله وبقيت بتلعب على وطر الجمهور بشكل غير طبيعي ده هو طبعا جمهور نادي الزمالك ولكن حتى جماهي النادي الزمالك والله يبقيت اصلا مستاقة جدا من تصريحاتك وشايفة ان انت بتطلع تحكي كتير وبتتكلم كتير وبالملعب مش فيش كرة تشكيل عجيب جدا نادي الزمالك مبارح ومن كرم ربنا اللي حصل ان طبعا بعد الاخطاء التحكمية الكتيرة على مدار المباراة كمية انذرات غير طبيعية للإسماعيلي اللي هو لو حد عطس من لعبة الإسماعيلي بياخد انذر في حين ان فيه كرات كتير جدا مستحق فيها طرد وكرتة احمر زي كرة اوباما على نادي الزمالك والحكم كان بيحتوي الامر وشفته على تويتر كنت احطى لكم صورة الاحتواء الجميل لما كان بيططب على عبدالله جمعة لما طلعه الانذر اللي هو اني آسف انا مضطر والله وبيططب عليه قوي وهو بيديه الانذر في حاجة والله مهزلة انا مش عارفة الناس دي ازاي بتتساب كده طيب فبعد ما هو عرف يموت المباراة الحمد لله يعني كرم ربنا بقى جيل لنادي الزمالك ان هم اخدوا وانا شايفة ان هو مستحق يعني في ناس بتناقش معايا في موضوع الكورة وهي جات في الكتف واللي في الكتف لأ هي كانت تحت شوية بلس ايد اللاعب بتحكم يعني ايد اللاعب في جسمه محطوطة في جسمه مقفولة ولا مرفوعة تعمد اعاقة الكورة ولا لأ فانا بنوجه تنظر شايفة ان البنالتي صحيح بالنسبة ما في المية ما كامل احترامي الاراي الجميع يعني طيب فبالتالي الموضوع ان انت بتموت مباراة وبعد كده خلاص ابتدي بقى بتدعب على حتة معينة وبالاخر هو بتؤتي بسمارها ان انت مكبل الفريق التاني اللاعبة خايفة انزرات بقى بالعبيد فاللعبة خايفة ان يحصل بقى حالة طردة او حاجة وتراجع غير عادي ففرحان قوي بالفوز وقال يعني هو كده بقى بيقصف جبهات والله يعني هو بيكسفش بجد حاجة تحزن يعني اللي احنا بنشوفه من المهاطرات اللي هو بيطلع يعملها دائما وابدا ويقول لك ان احنا مكسب كبير ومهم على خصم قوي في ارضه في حين ان المنافس بتاعي ما بيلعبش في نفس الملعب حضرك احنا مش منافس بتاعك بس يعني ما تقولش منافس بتاعك احنا مش منافس اصلا يعني اصلا فما تهبلش يعني طيب فده كان اول حاجة وبعد كده برضو بيتكلم بيسقط على كلام مسماني ويقول لك اللي هو انا مش هطول بقى واخد وقت اكتر من وقت شندي فرصة للمدير الفني التاني ان هو يتكلم مش هعمل زي للمنافس طول ما انت كل ما بتتكلم بتحط النادي الاهلي في جملة مفيدة اعرف النادي الاهلي معلم عليك جامد من الاخر من الاخر ما هو انت مش تفضل تجيب في سرتي لما كنا نمزع عليك قوي يعني بالبلدي كده مفيش حد بيجي في سيرة حد لما يكون هو يعني محروق منه جامد فهو ده كارترون يعني هو الالم بتاع الكف اللي خده واخدين بالكم الكف الكف اللي خده لحد الوقتي هو معلم فبالتالي كل ما بيطلع يتكلم يعني محور الحديث محور الحديث بيبقى النادي الاهلي والكلام عن النادي الاهلي يقولك المنافس المنافس حبيبي احنا مش منافس اصلا فياريت تبص في ورقتك يعني زي ما بيقولوا طيب فتصريحات كلها كارثية من كارتيرون ياريت ترد في الملعب وتبص في ورقتك ومتركز مع النادي له تعالوا بقى نشوف تصريحات عماد النحاس قمة الاحترام والأدب أنا أقدر جدا جدا وأحترم عماد النحاس كابتن عماد النحاس من الناس المحترمة أوي واللي بتقدم كرة حلوة أنا بشوفه بيقدم كرة حلوة عماد النحاس وكنت أتمنى أنه هو يبقى مساعد لمسيماني دا كتأمنيتي بجد يعني تصريحات عماد النحاس قمة الاحترام لما تسأل على موضوع التحكيم رد رد دبلوماسي جدا ومهذب جدا طبعا في ناس بتحب تستطف المياه العكرة فلما تسأل عن التحكيم قال لك أنا مش هتكلم عن التحكيم خالص في لجنة التحكيم هي اللي هتعقب وهتشوف لو لينا حقق أو فيه أخطاء هم يتكلموا عليه الراجل مارديش يتكلم على أي أخطاء من وجه نظره شايف أنه هو مش دوره وطبعا بارك لنادي الأهلي وقال هارد لك لنادي المؤاولين والحمد لله إحنا ما وصلناش نتيجة أربعة أو خمسة والنادي الأهلي فاز علينا قصف جابها جامد أوي عمدة والنادي الأهلي فاز علينا بس بواحد وأعتقد أن الفرص حتى الهجومان نادي الأهلي ما كانتش بنفس معدلات المباريات اللي عدت برضو بيقصف جبهات أبو أربعة وأبو خمسة طيب فده كان تصريح محترم جدا جدا من كابتن عماد أما محمد عادل المشرف العام على نادي المؤولين طلع قال لك تقنية ألفار ظلامتنا ولم تنصفنا والحد إنت هنفضل نتظلم أنا معرفش أبتكلم عليه السيد محمد عادل تقنية الفار يعني خسفت بالنادي الأهلي الأرض لو هتتكلم على الظلم فهو الظلم كان للنادي الأهلي مش لنادي المؤولين تعالوا بقى سريعا كده نتكلم على النادي الأهلي الإيجابيات اللي أنا شايفاها أول حاجة أن من فترة كبيرة جدا أنا كنت دايما أقول لكم النادي الأهلي ما بيستفدش أبدا من الضربات السابتة الهدف المبارح جه من ضربة سابتة فبالنسبة لي ده كانت إيجابية كبيرة جدا إن إن شاء الله ده في المستقبل هيبقى مهم جدا دي حاجة من الحاجات اللي ما بقتش موجودة في النادي الأهلي في مشكلة تانية كانت موجودة إن ما فيش حد بيشوت من بره ده كان متكرر ولكن عشان كان فيه حوائط خرصانية كانت موجودة قدام المرمة فلم تؤتي بثمرها فده برضو من الحاجات إيجابية اللي مسلمين نشتغل عليها نجي دي السلبيات السلبيات بقى كان فيه بطء كتير جدا في الهجمة وإنت تنقل الكورة من رجل الرجل وتفضل تلعب بالراحة وبساط كتير مع موضوع إن في تكتلات دفاعية دي مش هتبقى مفيدة معاك بالعكس إنت لما تلعب من لمسة واحدة وتلعب بسرعة في الوقت ده بس ساعتها تقدر تفك التكتل الدفاعي طيب ده اللي أنا كنت شافاه في مبارات مبارح بالنسبة لمحمد شريف ما كانش يومه أنا بس المأخذ على مسماني من وجهة نظري طبعا دي وجهة نظري ولو كامل الاحترام إن تأخيرت شريف اتأخرت أحيانا بيبقى اللعب مش يومه يعني أحيانا كنت تحس إنها مقفلة معاه شريف مبارح كرات أصعب من كده بكتير جدا ويحرص بها أهداف مبارح كان في كرات سهلة قوي قوي محمد شريف ما قدرش إن هو يسجل منها فأنا كنت شايفة إن المسماني كان لازم يدفع بحسام حسن بدري شوية علشان يعني يفك تلاصم المباراة ومحمد شريف ما كانش في أحسن حالاته أفشا بنص ملعب يعني أنا هفضل أقول أفشا عشان تاخد كل الخطورة بتاعت أفشا ويبقى هو الميزان بتاعك وأحلى أسستات تتفرج عليها يبقى أفشا بيلعب فين في نص الملعب أكرم رجولة أكرم توفيق هنفضل نقول أكرم رجولة عشر على عشرة سليا مهارة حمدي فتحي يعني بجوكر والله يلاعب حطه في أي حتة الشناوي السد العالي ما شاء الله ربنا يا ربي يحفظه ويحميه احنا كان بقالنا كتير ما بنشوفش الشناوي والتصديات العظيمة دي ويعني الحاجات الجميلة دي كان الحمدو يا ربي ما نشوفهاش أصلا مش عايزين نشوفها فرجال للأهلي كلهم مبارح ديانج طبعا أنا مش عايزة أنسى حد اللعيبة كلها مبارح كانت كويسة جدا فمش عايزين ننسى حد ولكن دي كانت الملاحظات بتاعتي على مباراة مبارح تصوير الإخراج الإخراج يا جماعة كان سايق جدا جدا وأنا كنت شايفة أن فيه تعمد من الإخراج لعدم إعادة بعض الكرات كان فيه كذا كرة تتعاد يعني الكرة بتاعت طبعا أنا نيجي للتحكيم هنقول أن التحكيم يعني فاجر فاجر فجر خلاص والله ناس تزعل أن أنا بقول كده ويقولوا لي ما تقوليش المصطلحات دي بس هو أنا مش لقي مصطلح تاني مهزة بيتقال عليهم غير ده فجري يا جماعة والله يعني اللي بيحصل ده مش منطقي ومش طبيعي بانالتي لمحمد شريف في الشوط الأولاني الحكم ولا أنت هناك ولسا أنت طيب يلا لعب بسرعة وكمل وعدي عدي يا ليلة الحكم ولا فار يعني الفار الذي لم ينصفنا يا بشمهندس محمد لا هو لم ينصف الأهلي فدي كرة شريف في الشوط الأولاني كرة تاو اللي هي أصلا الشد والجذب كان من قبل ما يدخل المربع ولكن هو خلاص هو قدر يكمل ويعدي وكان مفترض أنها تتحسب برضو الكرة بتاعة أفشا اللي هي في آخر الشوط التاني دي برضو تتحسب إيه يعني هو ما عقش الكرة ما تعمقش عاقة الكرة وخلاص إحنا تكلمنا في موضوع الكتف ومن هنا يعني الكتف حاجة ومن هنا حاجة الجزء ده اللي فوق اللي أنا بشاور عليه ده دي ما بتتحسبش بانالتي ولكن لما تنزل تحت كل الجزء ده الجزء المتحرك لازم بتتحسب بانالتي فأنا معرفش هو عاقل لعبة وإيده كانت في محيط جسمه ولكن هو طبعا تحرك وعاقل كرة بتاعة أفشا لعبها بدماغه فده بانالتي كرة بدر بنون اللي هي قبل الطرد بتاع حمدي فتحي اللي أنا مش فاهمة هو يعني بناء على إيه هو هو رجع يتشكل فار ويشوفها هي طرد بناء على إيه وطبعا هو معروف الموضوع سياسي بحت اللي هو يعني إيه الطرد مشش عين المباراة دي وخلاص كيا كيا مباراة خلصانة ولكن لأهداف أخرى طيب الكرة بتاعة بنون والله حاجة قمة الاستغراب هل الكرة دي ما تستحقش انذار هي تستحق طرد مباشر أصلا راجل دخل في البقسماتة بتاعة بدر بنون يعني كان أكسرها له نصين فبالتالي كرة زي كده انت مش المفروض تروح تتشاكل فار لأ الفار ولا هينده ولا هيجاوب ولا الهوى كانوا قاعدين فوق مش فاضين بيحضروا للكرة اللي جاية بتاعة حمدي فاتحي طب انت مش شايف ان فيها حاجة لأ خالص ما فيهاش اي مشكلة فالتحكيم دلوقتي خلاص احنا زيقنا من كتر الكلام عليه ولكن يبقى الأسوأ الأسوأ ان انت في كل مباراة بقى دلوقتي الفرقة اللي قدامك بتنزل تكسر في لعبة النادي له بقى العادي بتاعهم ان هم بينزلوا بيبقى فيه عنف جدا جدا في كل الكرات المشترك ربنا يستر يا ربع السليش الناوي أكرم حمدي فاتحي يعني كل الناس بدر بنون اللي كان فيه التحمات قوية جدا معاهم مبارح وان شاء الله تبقى سليمة والحكم برضو زي ما قلت لكم كل السلام انت طيب لا يحمي لعيبة ولا اي حاجة طيب هختم حلقة اليوم بكارلوس كيروش وقائمة البطولة العربية اللي أعلنها ولكن قبل ما اتكلم على قائمة البطولة العربية عايز اتكلم على تصريحات كيروش الجميلة العظيمة اللي هو بيتحفنا بيها كل يوم التاني لما طلع قالك هسي مستحيل ومش مستحيل بس احنا هنحاول نحقق المستحيل فيه ناس زعلت وفيه ناس تاني قد تقولك ما هو كلامه منطقي طيب كارلوس كيروش يا جماعة حاطت بند في العقد بتاعه ان هو في حالة الإخفاق في بطولة الأمم الإفريقية لا يحاسب وان هو جاي بس عشان كسل عالم في ضيحة في ضيحة انتم متصورين والله العظيم زي ما بقولكوا كده الموضوع مش هابد ده بجد ان عادي انا روح بقى ايه كسل أمم كسل أمم ايه عام ان انا خب بقى مركز ولا اعمل لا 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 فكك انا جاي هنا عشان ايه كسل عالم فحاجة قمة العار اوصل كسل عالم يعني هو ده تارجت بتاعه هتوصل كسل عالم ووصلكوا كسل عالم وكده كده اصلا دين كيس انك وصلت كسل عالم انت بالمنتاليتي دي انت هتبقى ولا اي حاجة كل سنة انت طيب من اول مباراة هتبقى يلا مع السلامة خد الطيارة اللي راجع على طول فحاجة قمة العار نحاسب مين على الكلام ده ولا حد بيتحاسب تعالوا نشوف القيمة بتاعة كيروش اه الشناوي محمد اقول لكم الاول طبعا من حراسة المرمى الشناوي محمود جاد محمد صبحي فيه خط الدفاع احمد فتوح ايمان اشرف الوينش احمد يسين اكرم توفيق محمد عبد المنعم خط النص عمر السلية امام عشور حمدي فتحي مهند لشين افشا احمد سيد زيزو مصطفى فتحي احمد رفعت عمر كمال وخط الهجوم محمد شريف مروان حمدي وسامة فيصل واحسين فيصل دي القائمة بتاعة كارلوس كيروش وانا عايز اقول بس توضيح سغدنون كده عشان الناس اللي فرحان قوي عملها تقول لك زيزو هداف الدوري بربع اهداف على فكرة هو بيتساوى مع مروان حمدي بس مروان حمدي بيجيب اهداف عادي زي الناس يعني يلعب كرة ويجيب اهداف لكن سيد زيزو بياخد بانلتي وهي ياريت حتى هو اللي واخدها يعني بيجي شوت البانلتي وكل سنة وانت طيب طيب دي كانت موضوعاتي في حلقة اليوم اشوفها لخير اشتركوا في القناة